والله المنجا دي يا أخي برضو صمرة غريبة جدا يعني لم يختلف على المنجا بني أدم أو شعب الكل بيحب طعم المنجا وأنا الحقيقة بمقيني بحب الأكل جدا أنا من الناس اللي تحب المنجا فعلا يا بس أنا بستغرب دايما طعمها لأنه طعمها فعلا مش بس شيتبص أي فاكهة مختلفة عن أختها يعني أكيد البرقوق غير الخوق غير المز غير 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 لا المنجا لا تستطيع أن تختلف على طعمها أنا ما ظنش أن في حد يجي يقولك أنا ما بحبش المنجا مثلا وبعدين المنجا باعتبارها لها أنواع مختلفة يعني الفاكهة دي نفسها لها أصناف تانية جواها وتلاقي سبحان الله كل صنف وليه طعمه فاكهة غريبة جدا جدا شاهية منظرها مبهج يعني إزاي أتكلم عن المنجا وأنا مفيش قدامي مثلا كده صنية منوعة دي زبدية دي عويسي دي فونس دي هندي دي فص صديقة يا سلام بص منظرها عامل إزاي يختي عليكي وعلى جمالك وحلوتك وطعمتك لونها مبهج طعمها مبهج ريحتها مبهجة عظيمة عظيمة ساعة من المنجا دخلت مصر دخلت لنا تقريبا كانت في القرن التسعتاشر ولما بدأنا بقى نزرع المنجا تفوقنا جدا في الزراعة دي جدا والفصائل أو الفصائل بتاعت المنجا اللي جات لنا وتزرعت التربة المصرية طلعت طعم أحلى من التربة الأم اللي جات مناه وده طبيعي بالمناسبة عشان تبقى عارف يعني أنا هضراب لك مثل بسيط حضرتك الجرجير البلدي بتاعنا أنا فاكر مرة عمل بحث لطيف كده على زراعة الجرجير في تربة في مركز بحسي في اليابان ده بجد مش هزهر نفس الجرجير الفصيلة اللي احنا بنزرعها عندنا هي هي لما تزرعت في اليابان طعمها مختلف لأن التربة بمكوناتها مختلفة وبالتالي بتدي لك طعم مختلف ورائحة مختلفة شوي حالو المنجا فعلا لما جت لنا في القرن التسعتاشر واتزرعت عندنا طلعت طعم تاني وطعمها طلع أحلى وأصبحت سمعة المنجا المصري لإسماعال لاوي سمعة عالمية سبحان الله يعني ما هياش سمرة بتاعتنا اتزرعت هنا وبقت حاجة نمرة واحدة أنا أدعو لزراعة المزيد من أشجار المنجا وأدعو للمزيد من تصنيع المنجا مركزات ومستخلصات وزيوت واتطلع منها بقى المركبات بتاعة الفيتامينات والبيتا كاروتين ده المنجا دي كنز بالمناسبة عشان بس تتبقى فاهم كنز بالمعنى الحقيقي مهرجان المنجا لما اتعمل اتعمل بقى وحضروا مجموعة من السفرة يعني سفير نيوزيلاندا وسفير روسيا وإندونيسيا ايه ده بقى والفلبين على سبيل المثال وسريلانكا والسعودية ايه ده بقى عشان يعني كاتبهم فعملين بيجروا قدام والسعودية ومن تاني والهند تخيل الهند بتوع المنجا الهندي كانوا موجودين عندنا نيجيريا الأردن اشادات بقى من السفرة بتوع الدول اللي حضروا معانا مهرجان المنجا هتلاقي اشادة من سفير الفلبين اشادة من سفير نيوزيلاندا اشادة من سفير كندا بمهرجان اسماعيلية الأول للمنجا بالمصر اسماعيلية الأول للمنجا بره يقولوا معانجا احنا بتوع المنجا اه والله ده احمد زاكي غنالها في فيلم كابوري طبعا ده مهرجاننا الأول في 20-22 دي كده الدورة الأول احنا بنروج بالمهرجان ده وبالمناسبة مهرجانات الفاكهة دي بتحصل في كل حتة في العالم في كل حتة في العالم يعني الدول والمقاطعات والولايات اللي بتبقى مشهورة بزراعة فاكهة معينة بيتعمل لها مهرجان بالمناسبة احنا من زمان كان عندنا مهرجان القطن من زمان كان عندنا عيد القمح ويمكن احنا تقريبا احينا من اول وجديد بموسم الحصاد بتاع تشكة وموسم الحصاد اللي يتعمل في مستقبل مصر الزراعي وما الى ذلك المنجا دي والله العظيم لازم المنجا المصري دي تاخد جايزة افضل منجا على مستوى العالم اذا كان فيه مسابقات للمنجا اظن لازم نشارك